موقف واضح أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن الهجوم على بيلاروسيا سيعني العدوان على روسيا نفسها متهما قادة بولاندا بالسعي إلى تشكيل تحالف تحت مظلة الناتو والتدخل في حرب أوكرانيا فيما يخص بيلاروسيا فهي جزء من دولة الاتحاد والاعتداء على بيلاروسيا يعتبر احتداء على الروسيا الاتحادية ولذلك سوف نقوم بالرد بكل ما لدينا من وسائل وقوات تصريحات بوتين أمام اجتماع مجلس الأمن الروسي جاءت بعدما أعلنت اللجنة الأمنية في بولاندا نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب تهديدات محتملة مرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا بحسب أمين اللجنة سبيج نيوهوفن الذي صرح بأن التدريبات المشتركة لجيش بيلاروسيا ومجموعة فاغنر هي بلا شك استفزاز القرار البولندي اتخذته وارسو بعد ساعات من إعلان بيلاروسيا أن قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية ستجري تدريبات مشتركة مع القوات الخاصة البيلاروسية في ميدان عسكري بالقرب من الحدود مع بولاندا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو ترقب غربي مقابل تحذير روسي لما قد تسفر عنه الأوضاع في الغرب من أوكرانيا حيث يتصاعد التوتر على الحدود بين بيلاروسيا وبولاندا